اشتركوا في القناة ومشايخ من النقب ورؤساء مجالس ورؤساء بلديات حياهم الله على كيس الله وكيس أخونا أبو عدي أبو نادي هذا جمع طيب نحيي هذا الجمع ونحيي كذلك من الأجماع من الناس الطياب الذي تجمع بين العائلات كلها والحمد لله رب العين تشكر وكل الشكر وتم تنظيم اللقاء في أجواء أخوية وفي تعبير عن موقف واضح من وقوف الأهل إلى جانب سكان القرى غير المعترف بها في الجنوب في ظل استمرار نهج هدم البيوت الذي ارتفعت وطيرته في الأشهر الأخيرة في الأيام الأخيرة نلتقي في أمسيات رمضانية طبعا عزائم لرؤساء المجالس وجهاء من النقب بهدف طبعا نشر السلام والمؤام وبهذه المناسبة أيضا نبارك لكوكبة من أبنائنا الأطباء الذين اجتازوا امتحان الدولة أكثر من 52 طبيب وطبيبة فخر لكل أهل النقب في نهاية شهر رمضان المبارك هذه هدية وجائزة لأهل النقب ونحن إن شاء الله نقول للأهل جميعا كل يوم وكل عام وأنتم بخير وعلى الرغم من شهر الصيام تفاخر وزير الأمن القومي إتمار بنكفير الذي تسلم سلطة إنفاذ مخالفات البناء من مضاعفة هدم المنازل العربية في النقب